ربما هذا الحبيب الذي تسأل عنه لا ربما لا يعني ما تقوله القرد أن هذا الحبيب يعني لم يكن مخلص لم يكن مخلص يعني لا مرة ولا مرتين يعني مرت عديدة أنت حبيبي عليك أن تقرر هذا ما يقوله هذا القرد يعني هذا أنت عزيزي أنت الملكة وأنت الأمبراطورية الأمبراطور عفوا يجب أن تتصر في هذه المرة بحكمة وبعقلانية ويجب أن تختار ويجب أن تقرر هذا ما تقوله هذا القرد هذا الحبيب يريد العودة سيعود لماذا لأن يرى فيك تغيير يرى يعني يرى يرى يعني أصبحت أنت تسيطر هذا تسيطر على حياتك أصبحت أنت تقود سيارة حياتك ترون يعني هذا يعني يحمل العالم يعني هذا أنت يعني العالم الآن أنت من يعني من تسيطر على حياتك هذا ما تقوله هذا القرد ولم تعد تنتظر هذا الحبيب لم تعد تنتظر هذا الحبيب أنت بدأت تفهمه نعم أمبراطور جاد وأمبراطور يعني يفكر قبل أن يتحرك وقبل أن يتصرف أنت بدأت تفهم أنك لا تحتاج لهذا الحبيب طبعا كان هناك حب جميل وطبعا هذا الحبيب ما زال يحبه لكن هذا الحبيب يعني لديه اختيارات أخرى ويتبع هذه الاختيارات يعني كارت واضحة يعني وضحة الشمس نعم هذا يعني بجوجبهم وكانت يعني خيانات قوية وليس مرة واحدة مرات عديدة واخا هذا ما تقوله هذا القلب واخا لكن حبيبي الحياة ستتغير لا ودلافوتون تقول أن حياتك ستتغير للأفضل قلنا أنت الآن بدأت يعني بدأت تتطور بدأت يعني هذا الحبيب شوفه يعني شوف هذا الحبيب يريد لماذا يريد أن يأتي ويعود لأنه يرى كتغير يرى فيك حركة هذه الملكة هي ملكة الحركة والتي تقود وتسيطر على حياتها طاقتك أنت هي النضج أنت في تطور أنت في تقدم يعني حياتك يعني ستتغير للأفضل رغم أن المشاعر ما زالت حية ما زالت حية المشاعر وهذا الحبيب كذلك يحبك رغم أنه يعني يتصرف كالمجنون لكنك لكنك أنت حبيبة الآن تتصرفين بحكمة أنت الآن أصبحت يعني تستمعين لذكائك وخا لذكائك ليس فقط لقلبك وخا وأنت قوية الآن شوف يعني الكرطة الكرطة جميلة قوية وواضحة تتكلم عنك أنت حبيبة لأنك عانيت بزاف وبكيت بزاف وخا أنت تقود الآن أنت تقودين عربة حياتك يعني أنا أتكلم لأن الأغلبية النساء وهنا أرى ملكة الآن أصبحت ملكة حياتك وخا أنت يعني فهمت أنك لا تحتاج لهذا الحبيب لتكون قويا هذا الحبيب قد يكون مائي عقرب سرطان وحود قد يكون كذلك ناري حمل أسد أو قوس صافي هو ما أراه الآن وخا مائي أو ناري طاقة هذا الحبيب أنت الآن قوي قوي لا تحتاج لهذا الحبيب لتكون قوي لأن وجدت قوتك الداخلية وخا على الأقل لتكون يعني لتكون سعيدا أو على الأقل لتجد سلامك الداخلي وخا وهنا تقول هذا الكرد أنه سيحدث هناك توازن والعدل نعم العدل العدل السماوي وخا أنت ما زلت تحب هذا الحبيب لكن بدأت تعطف على نفسك أنت تفكر في نفسك بكيت بما فيه الكفاية يعني هنا يعني بكيت كثيرا لكن هذا يكفي من جهة أخرى هذا الحبيب هذا الحبيب هو كان يعتقد لم يكن يعتقد بل كان متأكدا أنك أنت في حوزته يعني هو كان يعني كان يعني كان فراسه أنك في يدي هو ما غاديش تفلت أبدا أبدا يعني يعني يعرف أنك كتبغيه وأنك أنك تحبينه إلى يعني إلى حد يعني أنت موت في يعني هو يعني الغرور هذا الحبيب يعني بسبب الأنا العالية والغرور وكان يفعل ما يحل له وتتكرر وخا وكان يفعل ما يحل له تفهمه وخا يفعل ما يحل له يذهب ويعود ما تشاء يتصرف كما لو أنه لم تكن له مسؤولية وكانت له مسؤولية عاطفية معك نعم هي كانت يعني أنت كنت تحبه وهو كان يحبك لكن هو يعني تصرف تصرف صبياني يعني هذا الحبيب فارغ من داخل دياله ويبحث عن أشياء أخرى ليرضيه أو ليملء هذا الفراغ لذلك كان يذهب هنا وهناك هو كان يعاملك كما لو كنت أنت كنز ثمين لأنها تتكرر يعني كرت الملكة الجميلة الثامينة الراقية الغزالة وخا كان يعني بالنسبة له أنت كنز ثمين كيخبعك في صندوق وخا يعني يضعك في صندوق كنز ثمين في صندوق يغلقه بالمفتاح والمفتاح بيده وخا بينما هو يبحث عن لآل أخرى وخا هذا حبيبي أو حبيبتي هذا ستن بغت بغت دامو يعني قرصان قراصنة قرصان قرصان يعني لسه الحب وخا يبحث يعني عن كنز أخرى رغم أن الكنز الثمين موجود في حياته وهو يعرف ذلك شوفوا يعني كرت الشمس الجمال الداخلي والخارجي الكمال يعني النور أنت نور حياته رغم ذلك هو دائما كان يعيش في الظلم ولا أعمى يعني لا يرى هذا النور وخا حبيبي أو حبيبتي إذن أنت تحررت من قيودي يعني من قيوده وتفكر في نفسك وأنت الآن قوي أنت من يعني أنت قوي يعني أرى هنا كرتة الحركة أنك قوي وتريد أن تفعل وتتحرك وأن تبدأ طريق جديد وأن تفعل أشياء جديدة وتتحرر من هذا يعني من قيود من القيود العاطفية لأن هذا الحبيب يعني بكاك بكاك يعني دمو عدم وخا وبفضل هذا بفضل هذه القوة وطاقتك يعني طاقت النضج وطاقت يعني التفكير الحكيم وأن تحب نفسك ولو قليلا ليس فقط الحبيب لأن أنت كنت يعني غير الحبيب فقط رغم أني أصر هذا الحبيب كذلك يحبك إلا أنه يعني يهرب يهرب يذهب ويعود ويلعب يبحث عن لآله أخرى هذا غير يعني هذا ليس منطقي هو يحبك لكن يبحث عن لآله أخرى لماذا؟ لأنه مريض لديه فراغ عاطفي ويجب أن يملأه هو أعمى لا يرى أن الشمس في حياته شمس نوري والآن هو في الظلام هو في الظلام ولذلك يبحث عنك الآن ما؟ يعني فات الأوان سيد خوتاق سيد خوت خوتاق يعني فات الأوان هو يعود أخيراً لكن في وقت متأخر لأنك أنت الآن يعني لقتك هي الشجاعة القوة الصرامة أنت حازم أنت يعني لم تعد تثق في هذا الحبيب لأنه لم يقدرك رغم أن أصر هناك حب هذا مجنون ما كيعرفش تصرف لا يقدرك رغم أنه يحبك لذلك أرى ندم 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 كبير بزاف ودموع هذا الحبيب يعني ما بكيته أنت سيبكي هو هذا الحبيب وخ هو الذي سيبكي في الأخير يعود لحياتك سيحاول سيحاول بكلمات جميلة سيحاول بوجه النبيل لكي تعطف عليه لكن حبيبي القرار قرارك أنت تعلمت من هذه التجربة وأغلقت الباب لماذا؟ لأنك أصبحت قوي وحكيم وذكي رغم أن يعني في قلبك مشاعر نبيلة وجميلة تجاه هذا الحبيب لكن أنت أغلقت الكتاب عزيزي برج الجدي أتمنى أن تكونوا قد فهمت القراءة هي ليست قراءة سلبية أرجوكم يجب أن تفكروا أحيانا حينما تكون المعاناة هكذا ولا تتغير وهذا الحبيب يتلعب يلعب ويتلعب يعني أنت يجب أن تفكر في حياتك وهذا ما تقوله الكرد كانت بالنسبة لي قراءة إيجابية لتفكر قليلا في نفسك واخا لنرى ما هي رسائل السماوية التأمل طبعا هذا ما قلناه في البداية لغمية يعني إحنا بدأنا بكارد التأمل هذا كارد التأمل والبحث عن الحقيقة والبحث عن السلام الداخلي الله شوفوا هذا لا فصلا قوات الإرادة وهذا ما قلناه قلناه أنك ستكون قوياً امرأة قوية تعرف طريقها تقود نعم سيارة حياتها وتسيطر على حياتها ليس فقط يعني يعني لا تترك القيود العاطفية تسيطر على حياتها لأنك تنهارين وتغرقين في هذا الحزن وهذه الكأبة التي لا تنتهي أبداً رغم أن هذا الحبيب نعم يحبك لأنها تتقرر ويحبك كثيراً لكنه مجنون شوفوا الذكاء السماوي يعني أنت الذكاء السماوي يعني الله رغم أنك تعاني وتحب هذا الحبيب الله سيعطيك قوة لكي يعني لكي تكون قوياً وتتغلب عن هذه المشاعر لأن النتائج لم تكن من هذا الحب سواء المعاناة والمعاناة ويجب أن تكون ذكياً وبالتالي أنت ذكي والآن هذا الحبيب يعود طبعاً القرار قرارك أنا أرى أنك تعبت ولكن طبعاً مدام هناك حب القرار قرارك أنت فمدام هناك حب مهم أنا لن أقول ما يجب أن شوفوا هنا هنا يعني حديث هنا حديث يعني حديث بالقلب نعم هذا الحبيب سيتكلم سيتكلم عن مشاعري طبعاً نحن قلنا أنه يحب وأنا قلت لكم أنه سيأتي بكلام جديد وهذا تقول كذلك يعني كلام من القلب هذه الكرت تقول أن تسامح وتتعلم من يعني التجربة وخ الكرت الأخيرة الزواج هذا الكرت تتكلم عن الزواج ربما أنت ستسامح هذا الحبيب في الأخير والنهاية ستكون الزواج هذا ما تقول وهذا الكرت والقرار قراركم دائماً أنا دائماً أقول أن تستمعوا لقلوبكم لكن أحياناً يجب كذلك أن نستمع للعقل أحياناً لكن القلب لن يخدعنا أبداً حتى وإن خدعك القلب لكن أنت تعيش تجربة ويجب أن تتعلم منها وأحياناً يجب أن نغلق الكتاب وأحياناً نترك هذا الكتاب مفتوح حتى وإن تكررت يعني الوضعيات والتجارب يعني نفس التجارب هذا القرار قراركم القراءة كانت واضحة كانت مننا لكم الخير لا يحفظكم لي يا الله تتحقق كل أمنيتكم يا رب يغطيكم برضاه وبحمايته السماوية كانت مننا لكم الخير أحبكم كثيراً نعم نعم نعم